قال موسى لربه يا ربي خلقت آدم بيديك ونفحت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وأدخلته الجنة وطبت عليه فكيف استطاع أن يؤدي شكر هذه النعم كلها فقال له الله يا موسى يكفي بالآدم أنه قال الحمد لله رب العالمين قال موسى يا ربي إذا قال العب يا ربي وهو راكع ماذا تقول له قال أقول له لبيك يا عب قال حيما قال وهو تاجد قال أقول لبيك يا عب قال موسى صيبة قالها وهو حاصل قال أقول له لبيك 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 إلا الله تعالى يخوض لموسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو يتلقى الثورة قال موسى لربه يا ربي إني أرى مكتوبا في الثورة أن هناك أمة تأتي إذا استقرت النقمة في بطونهم غفرت لهم لأنهم يبدأون الطعام بسم الله ويختمونهم الحمد لله اللهم اجعلهم أمتي يا ربي قال الله لموسى يا موسى إنهم أمة محمد قال موسى يا ربي إني أرى مكتوبا في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل سين مئات فلم يسعلها وفرجها من خجية الله كتبتها له حفلة اجعلهم أمتي يا ربي قال له الله يا موسى إنهم أمة محمد قال موسى يا ربي أرى مكتوبا في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل حسنة ولم يفعلها كتبت له حفلة فإذا فعلها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة طبع اجعلهم أمتي يا ربي فقال له الله يا موسى إنهم أمة محمد فقال موسى يا ربي اجعلني من أمة محمد موسى يتمنى أن يكون واحدا من هذه الأمة التي ترفها الله بمحمد إن موسى أبل عبران وقف ذات يوم يحل في بني إسرائيل صلاة الإسقاء لينزل الله عليهم الماء من السماء بعدما أجزب قربه وخلى وفرع من السلاح ولم ينزل الماء فقال موسى يا ربي صلينا ولم تنزل الماء قال له يا موسى إن فيكم عقد عاصيا إن فيكم عقد عاصيا فقال موسى وولي إسرائيل من كان منكم عاصيا قال لله فل يخرج فلم يخرج أحد وقال موسى للمرة الثانية ونزل الماء قال موسى يا ربي فالليلة ولم يخرج الماء ولك للمير فرحيظة قال يا موسى إن عاصيا قتاب بيلي وبيله وقبلت طوبتك ولم يتكت موسى وكان لموسى مع الله دلالي فقال يا رب أريد أن أعرفنا من هو ذلك الذي كان عاصيا وكان قال له يا موسى إذا كنت فترته وهو عاصم فكيف أفضحه بعدما تاب إليه فكرة إلى موسى شكرا